اشتركوا في القناة كان والدي عاملا في المنجم كما غالبية السكان هذا العمل هو بمثابة إرثنا إنه أمر مؤسف أنه منزعج كثيرا وتعتبر نقابة العاملين في المناجم أن الحكومة تخلت عن العمال فصناعة الفحم كانت تواجه في الأساس صعوبات في ظل تدني أسعار المادة المتسوردة ومضاعفة الضريبة على الفحم المحلي وهي اليوم تدفع ثمن توجه لندن لاحتماد مصادر جديدة للطاقة من غير المنطقية تخلي عن صناعة مربحة ويد عامل بارع في استخراج الفحم وإغلاق المنجم كهذا بكل بساطة إنها فضيحة فعلية وكانت الحكومة البريطانية آربت قبل مؤتمر المناخ الأخير عن نيتها إغلاق المحطات العاملة على الفحم الأكثر تلويثا بحلول العام 2025 وبهدف الحد من إنتاجها للغازات المسببة لمفعول دافئة لجأت المملكة المتحدة إلى الطاقة النوبية غير أن إغلاق منجم كيلينجلي لا يؤثر على عماله فحسب وإنما يهدد الاقتصاد المحلي عموما إنها مدينة قديمة مدينة عمال مناجم وعمال المناجم يردون العمل لا يردون معونات مخصصة للعاطلين عن العمل ما يحصل هو جريمة في حق مدينتنا بعد ثلاثين عاما على الاحتجاجة العنفة لعمال المناجم في وجه حكومة مارغريت تاتشر أتت حكومة دافيد كاميرون لتضع حدا لهذه الصناعة التي كانت توظف منذ قرر من الزمن أكثر من مليون شخص